أبدأ بهذا الخبر مع ضيف الذي أرحب به مرة أخرى عبر سكايب السيد عزام أبو العادس الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي سيد عزام أهلا بك معنا السلام عليكم تحياتي لكم ولجمهور مستمعيكم ومشاهديكم عليكم السلام يعني قبل تفاصيل الخبر أنا لدي سؤال في المرات السابقة أشرت أكثر من مرة إلى أن هذا الإعلام يعمل بضوابط واضحة وأن هناك شبه سيطرة على الإعلام العبري إن كانت الصورة كهذا أو كذلك فلماذا تنشر معاريف تحقيق تحدث عن 100 ألف مكالمة لخطوط الاستشارات النفسية بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسيطر الرقابة العسكرية على كل شيء بشكل كامل وبشكل محكم ما يتم السيطرة عليه هي المعلومات المتعلقة بالجبهة والجنود والجيش لكن مثل هذه المعلومات تتسرب بين الحين والآخر يعني ولا شك بأن دولة الاحتلال تحاول بكل ما أوتيت من قوة فرض الرقابة العسكرية يعني قبل أسبوعين كان هناك تحديث لأوامر الرقابة العسكرية وإدخال ثمانية مواضيع جديدة لتراكبها الرقابة العسكرية ومنع بث فيها لكن حتى الآن لا يوجد أمر من الرقابة العسكرية بخصوص موضوع الحالات النفسية وموضوع الشكاوى المقدمة بطلب الدعم النفسي يعني أنا في تقديري هذا هو السياق البنود التي تراكبها الرقابة العسكرية واضحة هي أعداد القتلى أعداد الجرحة سير المعارك أماكن سكوط الصواريخ أماكن تجمع الجنود الأسلحة وتوزيعها وأماكنها الخسائر البشرية والمادية لكن هذا الموضوع حقيقة يعني هو موضوع جديد في الشارع الإسرائيلي ربما عصرت حروب دولة الاحتلال يعني منذ العام 2008 حتى هذه الحرب لكن لم يتم أبدا التطرق إلى مثل هذا الحجم من الضغط النفسي وطلب المساعدات النفسية وبالتالي هذا موضوع جديد في دولة الاحتلال ولا نستغرب إن شمل بالرقابة العسكرية بعد هذا التقرير طيب الحديث أيضا عن ارتفاع هذا الرقم المشاكل النفسية والتحذير من الإدمان وفقا لتقرير معاريف الشارع الإسرائيلي بيتعامل مع هذه التقرير بأي طريقة؟ بالتشكيك أم بالتصديق أم بالقلق أم كيف؟ الشارع الإسرائيلي يتعامل مع هذه التقرير بالتصديق لأن هذه هي الحالة التي يعيشها يعني على سبيل المثال كان هناك أكثر من تقرير يتحدث عن وضع النازحين سواء من الجبهة الشمالية أو من الجبهة الجنوبية هناك ارتفاع في نسب إدمان المخدرات ارتفاع في نسب الجريمة ارتفاع في نسب الانتحار بينهم حياة غير مستقرة ارتفاع في نسب الطلاق وبالتالي الشارع الإسرائيلي يرى هو لا يشكك هو يشكك يعني على سبيل المثال اليوم رأيت الكثير من التعليقات التي تتعلق بموضوع الشمال وما يجري به فالكثير جدا من التعليقات كانت تشكك بأن نحن لا نرى الصورة كاملة وبالتالي إذا كان هناك تشكيك التشكيك لا يكون في إطار أن هذا ليس هو الحجم الحقيقي لما يحدث بل ما يحدث أكبر بكثير المجتمع الإسرائيلي الآن يعيش تحت جملة هائلة من الضغوطات لدينا أولا النازحين من الشمال مئة ألف النازحين من الجنوب مئتي ألف اليوم صفارات الإنذار انطلقت في الشمال والجنوب والوسط عدد حاملي السلاح في دولة الاحتلال وصل إلى 250 ألف دولة الاحتلال تحولت إلى ثكنة هائلة تدخل إلى الجامعات ترى الطلاب معهم أسلحة تصعد إلى الحافلة ترى الركاب معهم أسلحة تذهب إلى السوبرماركت ترى المتسوقين معهم أسلحة يتوقعون هجوم من الجو هجوم من البحر هجوم وعمليات من الضفة الغربية هناك شعور كامل شعور مطلق أولا بعدم الأمان ثانيا هناك شعور وجودي في دولة الاحتلال وهنا عمق المسألة بأن هذه الدولة بدأ يشعر سكانها بأن حقهم بالوجود مسألة وجودهم هي مسألة أصبحت قيد التشكيك وليست محسومة بمعنى عندما يكون لدينا إحصائية على موقع جلوبس تقول بأن 56% من الشارع الإسرائيلي يشعرون بخطر وجودي إذا أخذنا هذه النسبة وذهبنا إلى بريطانيا فرنسا الكونغو تشاد أي دولة في العالم وأوقفت أي مواطن فيها وسألته هل تشعر بخطر وجودي سينظر إليك باستغراب يعني لماذا أشعر بخطر وجودي ما الداعي يعني حتى أوكرانيا التي تتعرض لحرب ضروس الشعب الأوكراني لا يشعر بخطر وجودي لكن دولة الاحتلال بالذات بعد طوفان الأقصى أصبحت تشعر بأنها قابلة للاقتلاع ومن هنا جاءت هذه الضغوطات النفسية طيب هيئة البث الإسرائيلية في تقرير آخر سد عزام قالت أن ممثلين عن أهالي أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة وصلوا إلى قطر مساء الجمعة من المتوقع أن يجتمعوا مع مسؤولين أمريكيين مسؤولين حكومين قطريين وأمريكيين من أجل مناقشة صفقة تبادل محتملة بين إسرائيل وحماس ما الذين عرفوا عن هذا الخبر يعني هؤلاء طبعا خرجوا كمندوبين لدينا على ما أذكر ست عائلات خرجوا كمندوبين عن عموم العائلات المائة والستة وثلاثون خرجوا بتنسيق من وزارة الخارجية طلبوا من وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تتيح لهم وأن تنسك لهم زيارة إلى قطر يلتقون فيها مع مسؤولين قطريين وأمريكيين وأعربوا عن رغبتهم بلقاء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تحدثوا عن ذلك لكنه على ما أعتقد رفض أن يلتقي بهم لا يوجد حديث عن صفقة بمعنى صفقة يعني هؤلاء ليسوا طرف وليسوا جهة يمكن أن تفرض صفقة هؤلاء ذهبوا ليشرحوا معاناتهم للمسؤولين القطريين والمسؤولين الأمريكيين وبالتالي هي زيارة ربما تحمل أكثر طابع إنساني طابع أهالي أسرى أكثر مما تحمله من طابع سياسي أو شيء يمكن أن يحرك الأمور على أرض الواقع لسبب بسيط أن المقاومة تقول بشكل صريح وواضح ولا يقبل الجدل بأنه لا يمكن أن تكون هناك صفقة دون إلهاء كامل للعدوان على قطاع غزة طيب هل يتحرك هؤلاء بمعزل عن الحكومة أو عن مفاوضات أو حديث بن يمين يتنياهو عن الهدنة أو عدم وجود وقف الإطلاق النار يتحرك هؤلاء بمفردهم بمعزل عنهم نعم هؤلاء يتحركون بمفردهم بجهد شخصي بجهد ضمن ما يسمى فورم أو تجمع العائلات عائلات المختطفين والأسرة يتواصلون مع مسؤولين في اللوب الأمريكي يتواصلون مع مسؤولين أوروبيين بعثوا برسائل إلى الرئيس الأمريكي بايدن بعثوا برسائل إلى وزير خارجيته بلينكين وأيضا نسكوا هذه الزيارة في إطار عملهم وهذا لا يتعارض مع قوانين دولة الاحتلال طالما أنهم يتحركون في نطاق القانون والعمل القانوني وفيه فسحة كبيرة جدا في هذا المجال طيب سؤالي الأخير عن الاستطلاع الذي نشرتهم عريف أن 48% في إسرائيل يفضلون جانس رئيسا للحكومة في ظل الانقسام الذي نقشناه معنا الأسبوع الماضي واستعرضت بعض ملامحه منذ قليل هل جانس قادم بقوة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية؟ نعم جانس قادم بقوة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية هذا فيما نرى وفيما نقدره وهو أصبح يتصرف كرئيس وزراء يعني غير معلن وأصبح التصرفاته وطرحه وكلامه أصبح يطرح نفسه كبديل لبنيمين نتنياهو لا سيما بأنه شخصية مرضية عنها أمريكيا بعكس نتنياهو الذي ينظر إليه كمتطرف وحكومته حكومة متطرفين تشكل خطر على إسرائيل بني جانس ينظر إليه أمريكيا كرجل عقلاني يعني يتحدث عن السلطة الفلسطينية يتحدث عن حل الدولتين يسمع الولايات المتحدة الأمريكية ما تحب أن تسمعه في حين أنه شخص ذو خلفية عسكرية كان قعد هيئة أركان ويداهو يعني ملطخطان بدماء آلاف الفلسطينيين وبالتالي هو بدأ يتصرف في هذا السياق طبعا بنيمين نتنياهو أصبح يمثل في الشارع الإسرائيلي كل ما حاق بدولة الاحتلال من فشل يعني بنيمين نتنياهو أصبح ينظر إليه الفشل والإهمال والفساد متجسدة في شخصية بنيمين نتنياهو وبالتالي حزب الليكود الآن يعني في أدنى مرحلة تاريخية له 16 مقعد وهذا لم يصل إليه حزب الليكود في تاريخه وهذا يعني بأن بنيمين نتنياهو في المدى المنظور انتهى لكن بنيمين نتنياهو سيقاتل وسيقاتل بشراسة وشراسة كبيرة جدا ليحتفظ بمنصبه طوال المدة الرئاسية أو الفترة الرئاسية المقررة له وهي أربع سنوات وسيقاتل بشراسة أكبر في الانتخابات التي بعدها طيب يعني سيد عزم ونحن نتحدث الآن دانيال هاجاري متحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي استعرض صور لأنفاق وصورة لمحمد الضيف ويتحدث أنهم يواجهون مقاتل القسام عبر المسافة صفر ونشر بعض المشاهد لقتل عدد من عناصر كتائب القسام وقال أنهم يحققون انتصارات كبيرة الشرع الإسرائيلي إلى أي مدى يصدق بيانات دانيال هاجاري؟ يعني في الفترة الأخيرة منذ عدة أسابيع وتحديدا بعدما حدث في ليلة رأس السنة حينما قامت كتائب القسام بقصف تل أبيب بهذا الكم هناك تصدع في الرواية العسكرية الإسرائيلية وإسرائيل تقاتل الآن في الشهر الرابع في هذه الحرب والشارع الإسرائيلي يسأل إلى متى وهل فعلا نحقق انتصارات وأيضا لا ننسى بأن القسام يصدر فيديوهات والقسام لديه ما يقوله والاحتلال يتحدث بلغة فيها نوع من الانفصام يتحدث بأنه يكتسح وبأنه يقتل مئات وألاف المقاتلين في حين يتحدث عن محارك ضارية وشرسة جدا لا زالت تجري على أرض الواقع وبالتالي هنا الجمهور الإسرائيلي في حالة من الانفصام الجمهور الإسرائيلي بدأ يشكك كثيرا في رواية الجيش وحتى الآن من اللافت أنه لم تجري إسرائيل مغرمة باستطلاعات الرأي في كل شيء تقريبا لكن حتى الآن ومنذ بداية الحرب لم يجري أي استطلاع يمس مسألة تصديق الشارع الإسرائيلي لرواية الناطق باسم الجيش لكن فيما نراه في التعليقات دائما أبحث عن التعليقات التي تتحدث الأخبار والتعليقات التي عليه سواء فيسبوك إنستجرام وتليجرام وغيرها هناك تعليقات الغالبية العظمى التي يمكن أن نراها بالعين المجرد من التعليقات هي تشكك وتسأل أسئلة لا أحد يجيب عنها شكرك شكرا جزيلا عبر سكايب عزامة بالعطس الباحث والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية